الحياة إلى قضائه اتعادت بعد تحريره من الارهاب حملات الاعمار انطلقت لتعيد بناء ما تضر بفعل العمليات الارهابية التي ارادت ان تحول القضاء الى مدينة اشباح الا ان الابتسامة عادت الى شفاه المواطنين وهم يشاهدون مدينتهم تسهو بالحياة ضمن توجيهات معالي الوزير الدفاع المحترم وقال العمليات الجزيرة وقال الفرقة وبعد تحرير قضاء هيت بالتحديد انصب عمل الجيش ليس فقط بتوفير الامن والامان داخل القضاء ولكن انصب التأكيد على انه مشاركة الاهالي افراحهم واحزانهم وتوفير الامن والامان لهم ايضا بالتأكيد وتوفير الخدمات لهم بالنسبة للامن الوضع الامني الحمد لله والشكر مستقر حيل وبالنسبة تعامل الجيش والقوات الامنية كأخصورة عامة ويا المواطنين حيلزين الامن مستتب بالحمد لله والشكر الانسان قبل جد جيش كان محصور الحمد لله بنتحررنا ولحد الان ما حد يقلك على عينك حاجب المحل التجاري فتحت ذراعيها لاستقبال المتبضعين الذين يملؤون الاسواق وهم ينعمون بنعمة الامان الذي اراد الارهاب ان يسلبها منهم لو لا تلك التضحيات والدماء الزكية التي سالت لتكتب قصة الانتصار في هيت وغيرها من المدن العراقية وان شاء الله الغضاء جيد والحمد لله وشكر مستغير بفضل قواتنا الامنية واللهم ربي يدعمهم الامن والامان وان شاء الله هم نطلب من المواطنين هم دعمهم ان شاء الله لان هاي الاجزاء امنية اذا ما تعرف انت دعم ان شاء الله وان شاء الله اللهم ربي يحفظهم المقاتلون التابعون الى اللواء التاسع والعشرين الفرقة السابعة ينتشرون داخل القضاء وخارجه لتأمين الحماية الكاملة لأهالي هيت الذين اشادوا بدور الجيش وتعامله الانساني معهم كما تشوفون حاليا نحن نسب في منطقة خزراج التابعة للفوج الرابع الواء التاسع والعشرين فرقة السابعة قيادة اعملات الجزيرة طبيعة الحال جيش العراقي مناطق الى مهمتين اساسية الأولى هي حماية المواطن والثانية التعاون مع المواطن نحن هسا الحمد لله بعد الانتصارات اللي حققناها جيشنا الباسل على فلول التنظيمات الارهابية اصبح المواطن درجة الثقة اكثر من مئة بالمئة من يتجول داخل قضاء هيت سيعلم جيدا ان رغبة الاهالي في العيش بامان كانت اقوى من الارهاب وما حدث في القضاء لن يتكرر من قضاء هيت في محافظة الانبار لاعلامي وزارة الدفاع ايوب الصافي اشتركوا في القناة